في إطار المنتدى العشرين للأمن الإقليمي حوار المنامة 2024 استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي اللواء إدريس بن عبد الرحمن الكندي أمين عام مجلس الأمن الوطني بسلطنة عمان الشقيقة وخلال اللقاء رحب سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة بأمين عام مجلس الأمن الوطني بسلطنة عمان الشقيقة مشيدا سموه بالعلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وبحث سموه مع أمين عام مجلس الأمن الوطني بسلطنة عمان الشقيقة سبول تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين كما ناقش أبرز القضايا الإقليمية والدولية حضر لقاء سعادة الشيخ خالد بن علي الخليفة نائب مستشار الأمن الوطني والشيخ أحمد بن عبد العزيز الخليفة رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي